إذاعة دمشق تقدم من الحياة ابن أبي أهلاً وسهلاً إياد مهدي أنت ابن الأستاذ مهدي؟ نعم أهلاً وسهلاً بك هل تطمح بأن تصبح في المستقبل فناناً كبيراً كأبيك؟ أنا قد لا تصل إلى مواصله الأستاذ مهدي والدك لكن كما يقولون فرخ البط عواه عفواً أنا أنت ما دمت ابن الأستاذ مهدي فلا أجد لزوماً للإطالة في اختبارك سادتي يبدو أن هناك سوء تفاهم ما علاقة أبي بموضوع موثول أمامكم واختباركم؟ ما دمت ابن أستاذ كبير كالأستاذ مهدي فلا شك أنك مؤهل لأن تنجح وأن نرحب بك يا سادة أبي أحترمه وأجله وأتمنى أن أصبح رجلاً شريفاً مثله لكنه ليس الأستاذ مهدي أبي ليس الأستاذ مهدي الفنان من أبوك إذن؟ أبي اسمه مهدي وهو موظف في مديرية الطيران يبدو أن هناك تشابه في الأسماء إذن أنت إياد ابن الأستاذ مهدي الموظف في مديرية الطيران نعم 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 سيدي إذن علينا أن نمتحنك ونختبر معلوماتك كما نفعل مع كل المتقدمين لهذه المسابقة نعم نعم حسناً يا إياد هل أنت جاهز؟ أنا جاهز أيها السادة تفضلوا واسألوا وأكون سعيداً عندما تسألوني وتختبرون مدى صلاحيتي لأكون تلميذاً في المعهد لو كنت ابن الأستاذ مهدي لكان الأمر مختلفاً إياد ما أخبار المسابقة؟ سألوني كثيراً وحسب معلوماتي كانت أجوبتي في غليبيتها صحيحة لكن لكن ماذا؟ لم أنجح في الاختبار آه منك يا إياد كيف لم تنجح؟ لو قبيلت أن يتكلم والدك مع أعضاء اللجنة لنجحت حتماً أنا لا أقبل أن أنجح لأنني ابن الأستاذ مهدي الفنان الكبير لا شك عرف أنك ابني ومع ذلك لسبت لم تقبل؟ لا لا أجد الأمر طبيعياً لا بأس أبي ليست هذه نهاية العالم أنا أعرف إمكاناتي وأقدرها أنت لا تفهم مغزى الأمر يا بني عدم قبولك موجع ضدي شخصياً لا أعتقد ذلك هذه أمور أكبر منك أبا إياد هل ستتصرف؟ أبي أبي أرجوك إذا تصرفت وقبلوني فأنا لن أقبل لن أحترم نفسي بعد ذلك لكن يا إياد أبي أرجوك أرجوك إياد بات الأمر يتعلق بي شخصياً عدم قبولك نوع من تحدي لي ولا يمكن للسكوت عليه وقبول نتيجة تدخلك وبعد رفضي من اللجنة أمر لا أقبله إياد أنا يا إياد يا بني أغلب المقبولين إن لم نقل كلهم قبلوا لتوصيات بقبولهم ولأنهم أبناء أناس معروفين أنت أحق منهم ليس لأنك ابن مهدي الفنان بل لأنك أجبت على أسئلتهم وأبليت بلاء حسن ذاك رأيي وربما أنا مخطئ المهم بالنسبة لي الأمر انتهى لي أنتهي بهذه السهولة أنت ابني وأمرك يخصني أبي بالنسبة لي الأمر انتهى أرجو أن تفهمني كيف يا أستاذ رامز تسمح بألا يقبل ابني في مسابقتكم من قال هذا؟ هل تقدم ابنك للمسابقة؟ تقدم وأجاب إجابات جيدة حسب ما قال وحسب ما أعرفه عنه ومع ذلك جاءت النتيجة بعدم قبوله كنت أتمنى أن لا تتدخر الحزازات الشخصية في مواضيع مصيرية كهذه أستاذ مهدي ليس هناك حزازات شخصية كما أعتقد هذا أولا وثانيا ابنك حفظه الله لم يتقدم للمسابقة أعتقد أن الأستاذ جودة لا يزال يحقد علي لأنني اعتذرت عن التعاون معه في عمله الفني الأخير وهو الذي يا أستاذ مهدي أنا رئيس النجنة ولا يمكن أن أسمح لتلك التفاهات أن تدخل في تقرير مصير شاب وبخاصة إذا كان هذا الشاب هو ابن فناننا الكبير الأستاذ مهدي ما تفسير ذلك إذن؟ أستاذ مهدي أؤكد لك أن ابنك حفظه الله لم يمثل أمام اللجنة ولم يتقدم للمسابقة يا أستاذ رامز ابني اسمه إياد وقد انتظر 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 آه إياد ابن مهدي الموظف في مديرية الطيران أذكر هذا إياد ابن مهدي الفنان المعروف يا لشباب هذه الأيام لن تصدق ابنك أنكر أنك أبوه آه لا مفهم رحبنا به وقررنا ألا نمتحنه إكراما لحضرتك لكنه طلع بفكرة إنكاره لأبوتك آه عبر لي وقال إن تشابها في الأسماء جعل التباسا في الموضوع وادعى أن أبا ليس الفنان الكبير الأستاذ مهدي بل إن أباهم وظرف عادي في مديرية الطيران آه قد فعلها إذن أنا آسف أستاذ رامز لا أدري هل أفخر به أم أم أجيده غض العود لا يفهم الحياة بعد كان مصرا وسعيدا لأننا بدأنا نسأله أسئلة جادة وهامة وكان سعيدا أيضا لأنه كان يجيب عليها بجدارة واهتمام أستاذ مهدي أهنئك على هكذا ابن يفتخر به مع ذلك رسب ورفض طموه آه يا أستاذ مهدي لو تعلم مدى الضغوطات التي تمارس علينا نحن أعضاء اللجنة مما يجعلنا آسفين نستبعد بعض المتقدمين رغم أنهم جيدون للمحافظة على العدد المطلوب غير معقول حتى أنت يا أستاذ رامز آه أنا كغيري أبحث عن خبزي وخبز أولادي اعذرني ما تقوله لا يقال أنت أستاذ كبير مثقف وشهادتك تفتح لك كل الأبواب المغلقة ولست بحاجة لأن تبحث عن خبزك كما تقول أستاذ مهدي سنعيد النظر في نتيجة القبول ونقبل ابنك ليس لأنه ابنك فقط بل لأني بدت أحترمه لا يريد التسلق باسمك هذا بات شيئاً نادراً بين شبابنا مع أسف الشديد أستاذ رامز ابني لن يوافق ولن يقبل بتغيير نتيجة القبول وبخاصة أنكم ستضحون بأحدهم مقابل قبوله لا لا أستاذ مهدي لا بد وأن يحصل هذا تكريماً له وحفاظاً عليه واحتراماً لأخلاقه ومعنوياته الطيبة ولكل ما تفضلت وذكرته أرجو أن لا تلجأ لتغيير شيء وأن تصرف النظر عن الموضوع برمته ولكن يا أستاذ هذا واثق من أنه سيجد طريقة وسيكون فخوراً ومعتزاً بنفسه حفظه الله لا يمكنك أن تتصور كم أصبحت فخوراً وأنا أستمع للأستاذ رامز رئيس اللجنة في الحقيقة لم أكن أتوقع أن يصدر عن ابننا ما صدر لكن أسلوبه لن يتيح له أي نجاح في مجتمع أصبح يضع الماديات نصب عينيه أليس كذلك يا أمل؟ في الحقيقة أنا بقدر اعتزازي بسلوك أخي بقدر ما أجد أن المثالية ليست لهذا الزمن إذن أنت غير موافقة على تصرفه لا لم أقل هذا أبي بالعكس تصرفه ينم عن مدى صدقه ومدى اعتداده بنفسه لكن لكن هل ستتركه هكذا يتخبط في مجتمع ظالم؟ وماذا أفعل إذا كان يرفض فكرة أن يفخر بأبوتي ويخوض باسم كل المعارك الحياتية؟ يا إلهي ما كنت أتصور أنني سأنكر أبوتك سيدي إن مررت بهكذا موقف بالعكس كنت سأعلن عن اسمك منذ البداية وأقول بأعلى صوتي وبملء فمي أنا ابنة الفنان الكبير الأستاذ مهدي موقف إياد يحتاج إلى شجاعة ورجولة أنا أيضا فخورة به المهم إذا سار على هذا المنوال لن يجد مكانا يبدأ منه حياته العملية لن أتركه سأراقبه عن كثب لكنني لن أتدخل في ما سيقوم به وأجد من الأفضل أن لا يعلم أننا اكتشفنا ما فعله أمام لجنة المسابقة كيف؟ يجب ما تقوله يا أبا إياد هو الصواب لن نعلمه لكن نبقى نراقبه أكاد لا أصدق كيف يرفضونك وأنت ابن الفنان الكبير الأستاذ مهدي لا علاقة لأبي بالموضوع بل له كل العلاقة معروف أن أبناء الكبار من فنانين ومسؤولين وسياسيين يعاملون معاملة خاصة إكراما لذويهم وأنا أرفض هذا الأسلوب ومن يسألك ويهتم لرأيك هو أسلوب متبع أنا واثق أن اللجنة لم تعلم بأنك ابن ذاك الكبير أرجوك يا صديقي لكن كان عليك أن تخبرهم أن تقول لهم ساعة مثولك أمامهم أبي الأستاذ مهدي يهديكم تحياته مجرد أن يعرفوا هذه الحقيقة لن يسألك شيئا يرحبون بك ويكرمونك المهم المهم ماذا عنك أنت؟ لازلت أنتظر نتيجة المفاضلة في الجامعة حيث لا توصيات ولا تجاوزات آمل أن نكون في كلية واحدة لست متحمسا لدخول الجامعة عليك أن تدخلها وتشغل بدراستك حتى تجد ما تبحث عنه قبلت في كلية الهندسة المعلوماتية جيد جيد جدا إياد مبارك لست متحمسا إياد أخي وحبيبي يجب أن تقنع نفسك بأن طريق الفن الذي اخترته ولم توفق بدخوله يمكن أن يكون هواية وليس احترافا أن أكون فنانا أكاديميا عالما ومثقفا شيء آخر أنا أفضل الإبداع المعلوماتية بنيت على الإبداع مع العلم طبعا ما رأيك أبي؟ ما رأيك أمي؟ لماذا لا تعلقان؟ أرى من الأفضل أن لن نتدخل في تقرير مصيرك أنت تختار ما تجده مناسبا لك اخترت ولم أوفق آه منك يا إياد ماذا أقول؟ ماذا تقولين أمي؟ قولي وفقك الله يا بني الهندسة أفضل بكثير من الفن أي نوع من الفن الهندسة المعلوماتية إبداع كالفن وهي برأيي علم وفن معا أبي ألن تقول رأيك؟ أقول رأيي حالاء لا يكون ملزما لا فأس لا فأس ما هو رأيك غير الملزم؟ الهندسة المعلوماتية مجال واسع للإبداع اختيار موفق المشكلة أنني لم أختره لكنك ستجد مكانك فيه صدقني آمل ذلك يا أختي أمل كنت أتمنى لو اخترت أن تكون محاميا كأختك إذن لرحبت بك في مكتبي زميلا بعد تخرجك طبعا أتمنى لك التوفيق يا بني وأنا جاهز لأي مساعدة تطلبها مني أشكرك أبي لولا دعمك وأمي ما وصلت إلى هذه المرحلة الدراسية بتفوق عفوا أنيسة هل أستطيع الجلوس هنا؟ تستطيع المقعد ليس لي حضرتك تجلسين علي هو بجانب هنا لا يجلس أحد بحيث يمكنك أن تجلس دون إذني أنا مهذب أريد أحيانا أن أخرج عن القاعدة التي رعاني فيها والداي وأصبح غير مهذب لكنني لا أستطيع أفشل كن مهذبا ذاك أفضل ليس الأفضل في هذا الزمان يا أنسة أنا أماني اسمي أماني ولا شك تحملين الكثير من الأماني أعانك الله أنا إياد سعدت بمعرفة اسمك وأنا سعدت بمعرفة اسمك ومن يدري قد نصبح صديقيني في المستقبل أنا أفضل أن نبقى زميلين ونحن في يومنا الدراسي الأول لكن لكن وأمامنا أربع سنوات حافلة يمكن أن نصبح صديقين لما لا؟ لما لا؟ أنا الدكتور عاصم ويسعدني أن أرحب بكم في اليوم الدراسي الأول وأمل أن نمضي السنوات القادمة وليس هذا العام فقط في تفاهم تام وأن يسود جو الزمالة الحقيقي بينكم أتمنى لكم التوفيق في مسيرتكم مؤكداً على استعداد مساعدتكم عندما تحتاجونها وهذا من دواعي سرور بعد هذه المقدمة أود أن أؤكد لكم أن الدراسة النظرية والتدريبات العملية ستبدأ منذ اليوم والمهم الآن أن نوزع الطلاب والطالبات إلى مجموعات ولكل مجموعة تدريباتها الخاصة بها وبهذا نكون قد حققنا إياد نبقى معاً في مجموعة واحدة؟ بكل سرور لما لم تسألني إذن؟ في الحقيقة في الحقيقة خجلت لأنك شاب ولأنني فتاة عقد المجتمع لا متحطن مهلاً أماني حسناً نحن أنت وأنا في مجموعة واحدة جميل أنك وافقت كنت أخشى أن لا توافق أماني أنت إياد أنت زميلي وعليك أن تستوعبني وتصبر على مطباتي إذن لديك مطبات أيضاً ماذا تعني بأيضاً؟ لديك أماني ولديك مطبات وإذا قبلت صداقتي أعني زمالتي فالله يكون في عوني أعتبر ذاك قدري وبعد الانتهاء من توزيعكم على مجموعات أرجو عدم التغيير بالانتقال من مجموعة إلى أخرى إلا بإذن الرسمي ومع تبيان الأسباب اسمي فؤاد هل تقبلاني في مجموعتكم؟ ما رأيك أماني؟ هل نقبل الزميلة فؤاد في مجموعتنا؟ ما دام هو الذي اختار الانضمام إلينا فمرحباً به لماذا تريد الانضمام للمسرح الجامعي؟ لأنني أهوى المسرح وأحب التمثيل مرحباً بك ستخضع لاختبار بسيط قبل الموافقة على قبلك لا بأس قدم طلباً خطياً لو سمعت اكتبه الآن وسلمني إياه كي نحدد موعداً لاختبارك املأ هذه الاستمارة حسناً الآن؟ الآن كلها بطع كلمات كما ترى الاسم والكلية وهل سبق ومثلت أم لا وهكذا يعني جيد لم تذكري اسم الوالد أضف هنا اسم الوالد لو سمحت هل ذاك ضروري؟ طبعاً الاسم الثلاثي هو الاسم القانوني من؟ أبوك الأستاذ الفنان مهدي؟ لا مجرد تشابه اسماء أبي موظف في مديرية الطيران أماني ذهبت اليوم وقدمت طلباً للمشاركة في المسرح الجامعي لا أدري ما الذي يستهويك في التمثيل حياتنا اليومية تمثيل بتمثيل ألا يكفي؟ أنا لا أمثل في حياتي اليومية لا حاجة لأن أمثل أتمنى لك التوفيق ما بالك وكأنك أصبت بخيبة أمل؟ كنت أعتقد أن بيننا روابط ومفاهيم مشتركة لكل رأيه أنت لا تحبين التمثيل وأنا أحترم رأيك وعليك أن تحترم رأيي وهذا الاختلاف لا يفسد للود قضية أليس كذلك؟ لا أدري ستفخرين يوماً بصديقك الممثل الفنان إياد هل سنصبح أصدقاء إذن؟ ألم نصبح بعد؟ عجباً أنسة أماني عجباً صديق إياد إياد جيد أنا سعيداً بك وماذا عني أستاذ؟ رأيي فيك معروف يا روح أنت دائماً روح أستاذ هلا لا تكثري من الأسئلة رحب الآن بزميننا الجديد إياد مهدي إياد مهدي؟ هل أبوك الفنان الكبير؟ الأستاذ مهدي؟ تشابه أسماء أبي موظف في مديرية الطيران تمنيت أن يكون الأستاذ مهدي أباك كنت أحذبتك أكثر أنا آسف ولا أفضل أن تحبيني أكثر بجريرة والدي أنا إياد وإياد فقط جيد إياد أحييك على جرأتك وصراحتك هذا أول لقاء بينكما روعة وإياد أليس كذلك؟ بلى ولن يكون الأخير يا لك من ممثلة والآن جاء دور الجد سمع من قرأ مسرحية الفيل يا ملك الزمان؟ لا أحد؟ هل هذا معقول؟ عفوا أستاذ أنا قرأتها منذ سنوات منذ سنوات كنت طفلا طلبت أن نعود إلى الجد إياد إياد يقول إنه قرأ مسرحية الفيل يا بلك الزمان من كتبها يا إياد؟ الكاتب الراحل الكبير سعد الله والنوس صحيح هل قرأت مسرحيات أخرى؟ منذ كنت طالبا في الدراسة الثانوية أصبح لدي ولع بقراءة المسرحيات فكنت أخذ من مكتبة أبي مسرحية وراء مسرحية وأقرأها لدى الوالد مكتبة تحتوي على مسرحيات؟ نعم إنها بالنسبة له كل شيء في حياته أبوك الأستاذ الكبير مهدي الفنان أبي الأستاذ مهدي الموظف في مديرية الطيران وهو يهوى المسرح حسنا أطلب منكم جميعا أن تقرأوا مسرحية الفيل يا ملك الزمان بحيث يحدد كل منكم الشخصية التي يجدها تستهويه ويجد نفسه مستعدا لأدائها على المسرح وسنجتمع بعد أسبوع لنناقش ما توصلتم إليه إلى اللقاء إلى اللقاء أستاذ إلى اللقاء أرجو ألا يجذبك المسرح الجامعي وينسيك دروسك معنا مستحيل وبخاصة لأنك هنا وأنا أشعر بالمسئولية تجاهك شعور زمالة بريء مرحبا إياد روعة غير معقول ما الذي أتى بك إلى هنا أن تأتينا من كليتك كلية صيدلة إلى هنا إلى كلية الهندسة المعلوماتية من أجلي وهل تعتبر نفسك قليلا أنت مالي الدنيا وشاغل الناس حسنا من كليل ما تقولين يا روعة قل لي، هل اخترت دورك في المسرحية الجديدة؟ دور البطولة بلا جدال، وأنت دور البطلة أمامي هذا ما توقعته، أصبحنا يا صديقي نجمي المسرح الجامعي بلا منازل أماني، أماني إلى أين؟ لا أجد مكاني بينكما ماذا تقولين؟ أنا آسف، لم تترك لي مجالاً هذه الفنانة الصيدلانية المجنونة كي تتعرف أماني، أنا آسفة، فعلاً أنا مجنونة، وهذا الشعب مداناً بجزء من جنوني أهلاً وسهلاً، أنا أعشق المسرح، وهو يعشق المسرح، هذا كل ما في الأمر أماني زميلتي، أماني، أقدم لك روع عاشقة المسرح، كنت حدثتك عنها صحيح؟ هل حدثك عني حقاً؟ نعم، فهو معجب بك أراه معجباً بك أيضاً هو زميلي وصديقك هو زميلي وصديقي أماني، أنا أدعوك لمشاهدة مسرحيتنا القادمة على مسرح الجامعة مشكلتها أنها لا تحب المسرح ماذا؟ لا أصدق ياد صديقك وربما أكثر ولا تحبين المسرح؟ لو كان لي صديق وربما أكثر لعشقت ما يعشق وهأنت تعشقين المسرح ومن يدري؟ ربما، ربما تعشقين إياد بصراحة، لو لم يكن لإياد صديقة مثلك، لسمحت لنفسي أن أعشقه في الواقع، أما الآن أعشقه على المسرح فقط قد يتطور الحال وتتسع مساحة العشق قد يحدث ذاك، لكن المهم الطرف الآخر آه، ما أروحك يا روعة، تتحدثين بمنطق، رغم أنك نصف مجنونة المنطق والجنون، يمكن أن يجتمع هو الآن، ساعدت بالتعرف إليك أماني، ويجب أن نلتقي، لما لا تأتيان يوما لزيارتي في كلية الصيدلة، سيأتي إياد لا شك، أما أنا ترجمة نانسي قنقر أهنئك يا أستاذ سامح فقد قمت بعمل كبير ناجح التهنئة موجهة للطالبات والطلبة الذين أدوا الأدوار بإتقان هل تسمح لي سيادة مدير الجامعة أن أتوجه وحضرتك للترحيب بالفنان الكبير الأستاذ مهدي الذي فوجئنا بتشريفه لنا في المسرح الجامعي طبعا طبعا بكل سرور أين هو؟ هيا بينا هيا بينا أستاذ مهدي هذا شرف كبير للجامعة أولا وللمسرح الجامعي ثانيا أهلا ومرحبا بك شكرا لك سيادة المدير وقد سعدت بمشاهدة المسرحية وأعجبت بالإخراج المتقن والتمثيل الرائع وبخاصة تمثيل الآنسة روعة وابني إياد أهو ابنك يا سيدي؟ وأفخر به لكنه ولكن لماذا؟ لماذا يا إياد؟ لماذا يا إياد؟ لماذا يا إياد؟ ألا تقول لهم لماذا؟ أبي أنا فخور فخور بحضرتك وسعيد بوجودك مع الوالدة الحبيبة والأخت الصديقة أمل حفظك الله يا بني وسدد خطاك إياد ألا تعرفنا؟ أقدم لكم زميلتي في الكلية وصديقتي أماني وأنا زميلته في المسرح وصديقته روعة ولكن لماذا لم تخبرنا يا إياد عن أرجوك أرجوك روعة القصة طويلة ولما كان لها الآن آه منك يا إياد يا صديقي هو صديقي أيضا صديقي أيضا ابن أبيه ساعدت في الإخراج سناء حمود من الحياة تأليف وإخراج فاروق حيدر موسيقى 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 موسيقى